سهر بخير عامليني يا رب تكونوا بخير الفيديو ده هتكلم عن الابراج اللي المفروض تكون اكتر حظا في شهر ابريل وهبتدي باول برج اول برج من الابراج المحظوظة في شهر ابريل هو الدلو والدلو المفروض ان هيكون فيه تغييرات ايجابية هتأثر على حياته بشكل ايجابي جدا وكمان المفروض برضو ان كوكب المشترة هيقترب وهيساعد وهيدعم في ده اهم التغييرات الايجابية اللي هتحصل في حياة برج الدلو هي من ناحية المهنية انه هيتنقل لمناصب افضل واماكن افضل يعني يا اما هيترقوا يا اما هيتنقلوا من شغلهم لشغل في مكان افضل ده غير ان المفروض كمان هيكون لهم داخل مادي كويس الفترة دي اكتر من اي فترة قبلها اتمنى ده اكمل بقى ونقول البرج التاني اللي هيكون برضو اكتر حظ في شهر ابريل البرج التاني برج الحوت وبرج الحوت هيكون محظوظ لان فيه طرق هتتفتح قدامه هتقدر تساعده انه يحقق نجاح مهني ويبدع كمان في عمله والمفروض ان ده هيكون سبب في الرزق زيادة خلال الشهر ليه مولي برج الحوت اتمنى لهم ده يا رب ادخل بقى على البرج التالت البرج التالت واخر برج هو برج الصور وبرج الصور هيكون المفروض حظه في الناحية المالية يعني هيكون ليه داخل مالي كويس هيتفاجئ المفروض خلال الشهر ده بداخل مالي كويس وكمان اجتماعيات جديدة هتكون كويسة جدا ليه ده التالت ابراج المفروض انهم هيكونوا اكتر حظ بس انا عايز اقول حاجة مهمة هل الحظ موجود اه الحظ موجود لما انت تبقى قاعد في بيتك مثلا وتلاقي نفسك كسبت اه خمسة مليون جنيه من غير ما تتعب ده حظ ده ده حظك اه رايح مشوار وما كنتش عامل حسابك ان يجي لك فيه رزق ومرة واحدة جالك فيه رزق ربنا بعتولك ده حظك ده نصيبك وحظك فهل كده الحظ موجود اه ولكن في حالة اني احنا عايزين نحقق اللي انا قلته ده النجاح العملي والدخل المادي وننتعش ماديا ويبقى فيه فلوس كويسة لازم احنا نجتهد لده مش لازم نستنى الحظ لازم احنا اللي نجري لازم احنا اللي نبدأ نشتغل ونغير من نفسنا ونغير من تفكيرنا عشان فعلا نحقق ده لكن لو نمنى واستنين الحظ انا عارف ان اغلبيتكم بيتفاقل بالكلام ده ونتفاقل باللي جاي من خلال اللي بنقوله في الفيديوهات التوقعات ولكن ده ما يمنعش انك لازم تفكر وتفكري بشكل عقلي بشكل منطقي نتفاقل دي حاجة كويسة طاقة ايجابية طبعا دي حاجة كويسة ولكن لازم او بحاطت في المغي ان انا لازم اروح وحقق ده ما استناش الحظ واللي جي والله الحظ جي دي حاجة كويسة مجاش انا ماشي في طريقي علشان احقق النجاح اللي انا عايز احققه عشان احقق النجاح المالي غير النجاح يعني النجاح المهني وهي ليه اكيد او هيكون لي مرضود نجاح مالي انا حبيت اقول ليه بس ده علشان مش معنى ان احنا او انا بعمل ابراج عن الحظ يبقى استنى في شهر ابريل اللي هيحصل لا طبعا كده كده الغيب محدش يقدر يعرفه ابدا غير ربنا ولكن انا بعمل الفيديو ده من باب التفاؤل ومن باب كمان ان يبقى فيه طاقة ايجابية للنظرة المستقبلية وبرضو في نفس الوقت بكلمكم بالشكل المنطقي والعقلاني يا رب دايما يكون اوقاتكم نجاح وربنا يوفقكم وتتفلح لكم دايما الطرق ويكون ممهدة للنجاح والكلام ده مش للتلات ابراج اللي تقالوا بس يا رب يكون للاثناشر برك اتمنى الفيديو يكون عجبكم وفاتكم لو عجبكم ما تنسوش لعموني بلايك ولو مش مشتركة او مشتركة ياريت تشتركوا عشان تشوفوا كل جديد من الفيديوهات متشاكل اوليكو سلام